والسؤال من حساب محمد فتح بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن يا شيخنا الفاضل تكلمنا عن الحقوق المفروضة على الزوجة وطاعة الزوجة لزوجها طبعا السؤال دوت أول ما بيجيلي في الإرشاد الزوجي ببعرف هو إيه المقصود بيه طبعا معادة طاعته في شيء يبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى لإني شايف إنه مفروض على الرجل كذا وكذا لدرجة إن الزوجة على وشك نسيان ما عليها اتجاه زوجها وبيتها الحقيقة أنا شوية إن تلاتة محتاج إن أنا أتكلم معاكم في حاجة مهمة في الجواز أنا عندي شوية حاجات كده ما بقدرش أتعامل معها ما بقدرش أتعامل على إن الزواج حق وحقك لإني لو هنمشي حق وحقك يبقى إيه اللي حاصل يبقى غرفة الصفرة دي أو غرفة المعيشة يا أبي بالله نحط نخلي الصفرة دي هي منصة القاضي اللي هيحكم فيه مين حقه ومين مش حقه إحنا منعيش مع بعض بحق وحقك يعني إحنا منعيش مع بعض برضو على أنت ليك كم لقمة في البيت وانت ليك كم شربة مية في البيت ما حدش بعيش كده الطريقة اللي إحنا بنتكلم عليها دي طريقة إيه؟ هي طريقة التضييق إن كل واحد فينا بيضايق على التاني عشان يخليه يطلع منه إن هو محتاجه يعني بنزنق على بعض عشان كل واحد فينا يظهر احتياجه للآخر والله حضرة النبي ما يرضى بكده وربنا سبحانه وتعالى ما شرعش الزواج عشان كده ده ربنا شرعش الزواج عشان الوسع عشان كل واحد فينا يبقى قيمة إضافية للتاني صاحب السؤال ده هو واضح إن هو موجوع بس هو معكونه موجوع هو رايح يوجع عشان قال إيه؟ يطيب خطره ويحسس اللي يوجعه ده بيأمتوا في حياته هل دي الطريقة اللي إحنا بنحب إن إحنا نوصل بيها لربنا سبحانه وتعالى لتسكنوا إليا ويجعل بينكم مودة ورحمة هل ده يتناسب كده؟ ده إحنا حتى في الانفصال ولا تنسوا الفضل بينكم يا سادة ولا تنسوا الفضل بينكم أساس الزواج هو الفضل مش مسألة حق وحقها أنا عقول لك حقك عليها إيه؟ بس هو في نفس الوقت مش هو ده اللي إنت طالب فيه إنت طالب إن الست تعمل إيه؟ إنت حسس إن الست دي ما بتريحكش وحس إن إنت مش حقك عليها إن إنت إن هي تسمع كلامك فده لما تقول لها أرجوكي ممكن نتفق على إن إحنا نحب بعض ونريح بعض وانطيع ربنا في بعض ويتحول كل واحد مننا كزي محراب الصلاة فروح تقسيني السؤال ده ما قال مفتي مش لازم يجاوب على السؤال من غير ما يفهم ما وراءه من غير ما يفهم احتياج المستفتي ما أنا ممكن واحد يسألني فأقوله كده طب أنا لو قلت لك حقك عليها هتعمل إيه؟ لو ما قلتش كل الكلام اللي أنا قلت بولك ده هتعمل إيه؟ تقول لها الشيخة هو الحق عليكي إن إنت تبقي في البيت وحق عليكي إن إنت لو أردت تخرجي تستغذيني وحق عليكي إن إنت ما تدخليش في البيت حد أنا مش راضي عنه وحق عليكي كمان إن إحنا نعيش مع بعض حياة لطيفة سعيدة فيها شيء من المحبة والطمأنة طيب وبعدين خلاص وبعدين حق إيه؟ طب إيه؟ هتقول لك حق عليك إن إنت تصرف علي وأنا بشتغل طب أنا مش عايزة خلاص أنا مش عايزة أشتغل ومش أساعدك هو ده اللي بيجينا في لجلة الإشاد الزواجي والله هو ده اللي بيحصل إحنا محتاجين شوية نرجع قيم في حياتنا مع بعض أنت في الشغل تعالى بعد سأضرب لك مثال أنت في الشغل لو رئيسك عمل لك مشكلة بتعمل إيه؟ بتعنفه؟ لا متعنفوش ليه؟ عشان لقم تعيشك اللي إنت عايز لقم تعيشك عشان إيه؟ قال إيه عشان البيت؟ طب ما تصبر على البيت زي ما بتصبر على الشغل قال لي بس لأ الشغل مش شاعت سيطرتي ومين قالك أن زوجتك تحت سيطرتك؟ زوجتك تحت حمايتك تحت رعايتك تحت محبتك مين قالك أن الزوجة الشطرة اللي تسيطر على زوجها الزوجة الشطرة اللي تعتبر زوجها باب من أبواب الجنة باب من أبواب الرحمة عليها لكن افتراض أن زوجي ده متجوزني عشان يزلني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه حد يقول ما احنا ما بنعتقدش كده والبتتعاملوا مع بعض على انكم في حالة بتمصار عليه هو ده اللي وساكم به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي القيم اللي لازم تكون في الزواج هي دي الموادة والرحمة هي دي الوصية بالنساء وهي دي الوصية بالرجال على فكرة ما حدش يجي يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصل مرأة بالرجل وصل الرجل بالمرأة كمان فاستوسوا بأهلكم خيرا أول ما يسأل عنه الرجل ما استرعاه الله وأول ما تسأل عنه المرأة بيتها وأهله عشان كده لازم نتقل الله سبحانه وتعالى أنا أقول لكم الحقوق بس الحل في الحالة دي مش الحقوق عارف الحل ايه تعالوا عشان نتكلم نشوف ايه أصل المشكلة تعالونا على مركز الإشارة الزواجي في دار الإفتاق المسارية ونتكلم لأن مش هي دي مشكلة ده أحد أثار المشكلة بس ده مش سبب المشكلة السبب المشكلة هو اللي بيخليها مش عايزة تطيعك اللي بيخليها مش عايزة تخليك أنت بطلها فدي محتاجة شوية كلام كتير فلازم نعود ونتكلم فيه